في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء قام رئيس عبد الفتح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر كما قام رئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر سلام الشهيد سلام سيناء وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الرحيم محمد أنور السادات وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر